نظمت هيئة البحرين للثقافة والأثار بالتعاون مع وزارة الثقافة الروسية برنامج الأيام الثقافية البحرينية في موسكو وذلك بافتتاح معرض كنوز البحرين فانصيغت الذهب عبر العصور بمتحف الدولة التاريخي في العاصمة الروسية وإقامة محاضرة بعنوان ذهب البحرين بين الماضي والحاضر في متحف الدولة التاريخي وتستعرض المحاضرة مسيرة صياغة الذهب في مملكة البحرين إضافة لسمعته وماكنته في الأسواق العالمية كما تضمنت الفعالية عروض أفلام بحرينية في متحف النصر تلتها أمسية موسيقية بحرينية تعكس عمق التراث الثقافي للمملكة استضاف مسرح البحرين الوطني مؤخرا عرضا تعليميا موسيقيا لأوركستر البحرين الفيلهرمونية بقيادة الماستر الدكتور مبارك نجم وهي مبادرة تقام بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وهيئة البحرين للثقافة والأثار وأوركستر البحرين الفيلهرمونية وقيم العرض على مدى يومين متضمنا عزفا للموسيقى وتعريف الطلبة بالعديد من جوانب العمل الأوركسترالي كما تم استعراض مختلف أنواع الآلات الموسيقية وأدوارها المختلفة مع عرض نماذج من عزف منفرد لكل فئة من الآلات ما أتاح للمشاركين فرصة تجربة تفاعلية للتعرف على الأصوات والخصائص الموسيقية المتنوعة أعلنت المملكة العربية السعودية ممثلة في احتفال نور الرياض عن أسماء الفنانين المشاركين في نسخته الرابعة التي تقام تحت شعار بين الثرى والثرية كما يضم الاحتفال أكثر من ستين فنانا من ثمانية عشر دولة حول العالم بإشراف القيمة الفنية السعودية الدكتورة أفت عبدالله والقيم الفني الإطالي الدكتور ألفيردو كاراميروتي ويضم الاحتفال مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية الجديدة والتفاعلية وتعرض الأعمال الفنية العلاقة العميقة بين الثرى الذي يبلله المطر ونجم الثرية ورحلة الحاضر نحو أفاق المستقبل مستكشفة تطور الإنسان والطبيعة في تناغم فني مبدع أما في دولة الكويت الشقيقة انطلقت فعاليات مهرجان الموسيقى الدولي في دورته الرابعة والعشرين حاملة معها تبادلا فنيا وثقافيا بين الشعوب والبلدان من جميع الأقطار الخليجية والعربية والغربية وركز المهرجان أن تكون دورته الحالية مختلفة من خلال تنوع أمسياته الموسيقية والورش الفنية والندوات المصاحبة الممتدة وتكريم كل فنان ترك بصمة فنية وإرثا موسيقيا يخلد في الذاكرة احتفلت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو باليوم العالمي للفلسفة الذي يوافق الخميس الثالث من شهر نوفمبر من كل عام وقال سعدت الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبو ظبي للغة العربية أن إقرار اليونسكو هذا اليوم جاء في سياق الاهتمام بالثقافة والتبادل الفكري والنقاشات المعرفية بين الدول مشيرا إلى أن المتأمل في اللغة العربية يدرك أهمية الفلسفة فهي بيت الحكمة وتعمل على نقل ثقافات الآخرين وأفكار وتأملاتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر